وفي اتصال آخر هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولو عهد أبو ظبين أبو القايد الأعلى للقوات المسلحة فخامت عبد المجيد تبون بمناسبة توليه مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة وأكد السمو خلال الاتصال متانة العلاقات مع الجمهورية الجزائرية معربا عن أمله في أن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور والتقدم بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا للشعب الجزائري الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار